إلى الرابع والعشرين من الشهر المقبل المحكمة الاتحادية العليا ترجع موعد الطعن بقانون الموازنة الاتحادية تأجيل سيشهد في موعده الجديد حضور وزيري النفط والمالية للاستماع لدفوعاتهما قبل البت بقضية الطعن طبيعي أن يكون هناك تأجيل لماذا؟ لأن الحكومة قدمت مما لا يقل عن عشرة طعون عشرة مواد ومواد دقيقة مهمة وطعنت بعدم دستورية ما فعله بجلس النواب في هذه المواد وطلبت إلغاء هنه لذلك المسألة ليست ببسيطة تحتاج إلى تدقيق وتمحيص من محكمة الاتحادية العليا عشر مواد بقانون الموازنة طعنت فيها أمام المحكمة الاتحادية أبرزها ما يتعلق بالبترو دولار والدعم الفلاحين وصلة الأحداث تشي بأن قرار الحكم قد يكون لصالح كفة مجلس الوزراء قرار تتصاعد الدعوات اتخاذه في الجلسة المقبلة للبدء بتنفيذ مواد الموازنة المعطلة نحن اليوم بالشهر السابع والشهر السابع والنصف الثاني من شهر السابع ويبدو أن الكثير من مفردات الموازنة لم يطلقها لم تطلق يعني بقى أكثر من نصف السنة راح والبلد تلاحظون في أزمة عميقة وكان مجلس الوزراء قد خول في وقت سابق رئيس الوزراء بتقديم طعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض بنود الموازنة تجيل البت في الطعون يعود لاختلاف الآراء اختلاف قد يضم حل في الجلسة المقبلة والمتوقع فيها حسم القضية بعد الاستماع لرأي وزارتي النفط والمالية من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير